نروح لمنتخب مصر منتخب مصر طبعاً كل التوفيق لمستر وي فيتوريا في مواجهة غينيا القادمة والحاسم انت تلعب مع غينيا ان شاء الله بعد ما الاهلي يخلص زوري الابطال يوم 11 يوم 14 يعني بعدها بتلاتة ايام ومن حسن الحظ انه الوداد هو طبعاً اللي جيف يعني في مواجهة النادي الاهلي في دور النهائي لانه لو كان سانداونز كايبقى فيه مشكلة كبيرة جداً عند منتخب مصر وعند مستر فيتوريا لكن في النهاية راجل قعد جلسة مع الجهاز المعاوني والجهاز الاداري عشان يحطوا البرنامج النهائي لانه هم قرروا يسافروا للمغرب المطشة لابة يوم 14 اعتقد هم يسافروا يوم 9 دي الجولة الخامسة من تصفيات اللي بتأهل لأمم افريقيا ان شاء الله الصدارة بينك وبين مشاركة بينك وبين غينيا دي مباراة غينيا بس غينيا يمكن للي ما يعرفش غينيا بتلعب مطشاتها على ملاعب والسادات المغرب لانه الملاعب بتاعتها غير متابقة لمواصفات الاتحاد الافريقي هتخلص مواجهة غينيا هتروح لمعسكر ومواجهة ودية ان شاء الله يوم 18 هتكون مع منتخب جنوب السودان ودي مباراة تتلعب على استاد القاهرة الدولي زي ما قلت لكم ميستر فيتوريا بيفكر يسافر بدري للمغرب يعني يبتدي معسكر المنتخب في المغرب بداية من يوم 9 وزي ما تم يعني الاعلان انه فيه سبع محترفين هينضموا لقائمة المنتخب وفيه بعض الاسماء الجديدة اللي هتنضم قائمة المنتخب لكن مش عشان ماتش غينيا عشان اكتر المواجهة الودية او المباراة الودية هتجمع بين مصر والسودان من ضمن الاسماء المختارة طبعا محمد صلاح عمر مرموش احمد حجازي محمود تريزيجي سام مرسي مصطفى محمد وطبعا بيغيب طبعا للاصابة عندك بقا قائمة اصابات بتطول احمد حسن كوكا طارق حامد انني وامام عشور